ومن جانبه أكد معاليا السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين قدمت نموذجا متميزا في المبادرات الإنسانية الشاملة والمشاريع والبرامج الخيرية المثمرة نتاج التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم نعم جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني حيث أشاد رئيس مجلس الشورى برعاية السامية والدعم الملكي المتواصل من جلالة الملك المعظم لعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لفتم عليه أن مملكة البحرين أصبحت نموذجا يحتدى به في مجال الرعاية والعمل الإنساني النبيل وتقديم المساعدات الإغاثية المتعددة للشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات وتبوأت المكانة المتقدمة في مسيرة العمل الإنساني والخيري معربا عن عظيم الفخر والاعتزاز بدعم واهتمام سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء بمسيرة العمل الإنساني والخيري الذي تقوم به مملكة البحرين وثمن معاليه الجهود الحثيثة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد ومبادرات سموه الكبيرة والمتواصلة في مجال العمل الخيري والإنساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر